السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبابي عاملين ايه اهلا بيكم معي النهاردة في فيديو جديد سنة تلتة ابتدائي هنشتغل امبرح اشتغلنا الفيديو اللي فات الوحدة الرابعة اول درس ان شاء الله النهاردة هنشتغل تاني درس وتالت درس يعني listen to and three عشان ننجز ونخلص بسرعة وبرضو هنشرحه مشارح وافي جدا ما تقلوش بس في بداية الفيديو اتمنى تعملونا لايكو اشتراكو للقناة وتفعلو زر الجرس وتشايرو الفيديو عشان كل اصحابكو يستفيدوا نبدأ الفيديو باسم الله طبعا عندنا listen to هنبدأ بالاول بيكلمنا عن حروف الجر عندنا اربع حروف جر هنركز عليهم من النهاردة between on next to behind نعرف معناهم between يعني بين حاجر بين حاجتين زي التلفزيون بين armatures on على زي ما انتو شايفين اللمبة على الترابيزة يبقى ziriz a lamp on the table او زيرز دي يعني ايه حبيبي زيرز يعني يوجد زيرز يعني يوجد للمفرد طب لو جمع اقول زرار زرار زيرز يوجد تمام كده طيب هنا في تلفزيون بين اتنين armatures اقولها ازاي زيرز a television between the armatures there is a lamp on the table طب نيكي ستتو يعني ايه قلنا بجوار او بجانب طيب هنا الكابورد خدنا مبارح خلوا بالكو في فيديو الدرس الاولين في الوحدة الرابعة كابورد اقول ايه بقى زيرز اكابورد نيكي ستتو the armature هنا مكتبة للكتب هي اسمها بوك كيز خدناها مبارح بوك كيز موجودة وراء الترابيزة يبقى اقول زيرز a book case behind the table تمام كده طيب تعالوا معي الصفحة لقصدها صفحة 175 what is in the living room ماذا يوجد في حجرة المعيشة what is in the living room فبص كده في living room لقى تليفزيون جنب the armature فقال لها زيرز a television next to the armature يوجد تليفزيون بجوار armature زيرز a television next to the armature الصفحة اللي بعدك صفحة 176 يبقى احنا في الصفحة اللي فاتت اتكلمنا عن اربع حروف جر between بين on on next to behind خلف تعالوا هناخد بعد الوقت expressions او كلمات بس مكونة من كلمتين مع بعض اللي هي feed the cat يطعم الكطة feed the cat cut the vegetables يقطع الخضروات sweep the floor يكنس الارضية sweep يعني يكنس cut يقطع feed يعني يطعم او يأكل make my bed برتب سريري make يا سنة تالتة يعني يصنع بس هنا ما تيجي مع السرير معناها يرتب سريره make my bed طيب تعالوا معايا هنا الكلمات دي كلها بدول على ايه helping your mom and dad انك تساعد بابا وماما help دي يعني حبيبي يعني يساعد طيب set the table يعني set the table يجهز التربيزة set the table set the table يبقى cut vegetables feed the cat sweep the floor set the table make my bed دي كلها مصطلحات المفروض انتوا هتحفظوها يا سنة تالتة تمام؟ مع حروف الجر اللي احنا لسا ايلنها من شوي وقونا ان زرز يعني يوجد زرز يوجد لو حبينا نحل تمرين بسيط كده على الكلمات اللي لسا ايلنها تعالوا ما نوصل الصورة بالجملة المناسبة make my bed برتب سريري فين بيرتب سريري اهو يبقى حط في النجمة دي الفاضية دي number one number two sweep the floor يكنس الارضية فين اهو هنا number two three feed zakaat يطعم الكطة السري هتبقى هنا وهكذا تمام؟ طيب تعالوا معايا بقى عشان نشتغل في الدرس اللي بعد كده اللي هو الدرس التالت درس مهم جدا برضو وان شاء الله هنشرحه واشرح وافي اهو يا حبيبي lesson three صفحة 182 lesson three من اهم الدروس اللي ممكن تعد عليك السنة دي آآ درسي بيعلمك الرموز الرياضية خلاص طيب تعالوا معايا لما اشوف معاني الرموز الرياضية قالك ان اضافة adding اضافة او جمع جمع مش الاشارة نفسها الاشارة نفسها اسمها plus اللي هي زائد بس هو هنا مش جايب لك plus بيقولك ان الجمع يعني adding يساوي equal يساوي equal علامة يساوي equal طب الضرب عملية الضرب multiplication عملية الضرب multiplication الاسمه division division يعني الاسمه طب تعالوا معايا بقى لما نشوف الرمز جايب لك معنى الرمزين على وفي بصوا حبيبي معايا كده divided by يعني مقسوما على تعالوا نقرى المسألة دي كده وانا هفاهمكو ازاي 15 15 15 15 divided by 5 يعني 15 على 5 15 divided by 5 equal 3 equal 3 طيب تعالوا معايا هنا الضرب الضرب احنا اتفقنا division فوق كلمة ضرب يعني sorry multiplication يعني ضرب انما علامة الفي نفسها اسمها multiplied by او times لها معنين multiplied by او times عايز اقول واحد في اتنين بيسوي اتنين اقولها ازاي one multiplied by two equal two او one times two equal two يبا احنا عندنا علامة على الرمز اللي هو على اسمه divided by الرمز اللي هو في multiplied by خلاص كده تمام فاهمين الرموز طب كلمة رياضة يعني ايه رياضة يعني mass طب تعالوا معي صفحة 104 وتمين هنشوف مثال حلو كده what is five times five اتفقنا من شوية ان علامة في يئمة معناها multiplied by او times what is يعني ماذا ما الناتج يعني what is five times five يعني ما ناتج خمسة في خمسة تمام فراح ردد عليها قال لها ايه five times five equals twenty five equals twenty five خمسة في خمسة بيساوي خمسة وعشرين طيب تعالوا معي شاطرين نحل التمرين ده مع بعض كده لوحدنا what is three times four يعني ما ناتج three times يعني فيه ثلاثة في أربعة ها ثلاثة في أربعة بيكم الشاطرين اللي حافظين جدول الضرب اتناشر يبقى it's twelve it's twelve what's two times three يعني what's two times three يعني ما ناتج اتنين فيه ثلاثة it's six what is six times four ما ناتج six times four ستة في أربعة بيكم اربعة وعشرين يبقى it's ها twenty four what is two times four ما ناتج اتنين في أربعة it's eight ام الله وحبينا نقول أمثلة بقى على الاسمة ها six ستة على اتنين يسوي ثلاثة تمامتوا شايفين اقولها ازاي six divided by two equals three six divided by two equals three تعالوا معايا تحت أربعة على اتنين يسوي اتنين four divided by يبقى كلمة على دي يعني divided by four divided by two equals two يبقى احنا النهاردة في درس النهاردة تكلمنا عن الرموز الرياضية على وفي وتكلمنا عن ازاي نقول ننطقها بالحروف وقلنا كمان حروف الجر اللي هي on between behind وكمان ونيكي السيتون اللي هي بجور هتمنى الدرس يكون قفتكم الفيديو يكون قفتكم وان شاء الله ألقاكم في فيديو جديد نخلص الوحدة الرابع على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة